الناس بتندج وبتفهم وبتعرف تعمل ايه علشان تحفظ نفسها وبلدها خاصة لما يلاقوك مش عارف تعمل حاجة في الفشل الامني الفشل الامني بقى اللي بتدخل فيه صهينا بتدخل فيه محمد دحلان بتدخل فيه الارهاب بتاع داعش دي مش مشكلتي اللي قاعد على الكرسي المفروض ينهي المهزلة دي مقتل واصابة ستة من افراد الجيش المصري في هجوم على كمين بالعريش كلا كتة من تلاف مرة في نفس المكان ايه عم في ايه كل يوم بيحصل ده انت فين كل يوم بيحصل المنظر العجيب المريب ان الجيش بيهان بالشكل ده والمحصلة مقتل عيالنا خير يا عم ليه ان شاء الله مين المسؤول عن المهزلة دي مين المسؤول عن الدماء اللي كل يوم بتراق يعني لو السيسي حكموه لو ارهابيين اقبضوا عليهم مش بقولك اقتلهم بس اقبضوا عليهم علشان تعرف مين اللي وراهم عشان نقطع الموضوع ده تماما انما بتروح تقتل ناس انا مش عارف هم ابرياء ولا هم اللي مجرمين بجد مش عارف علشان كده انا مش عارف مش عارفين نوقف ده لحد النهاردة انت المسلسل بتاعك مستمر لحد النهاردة مسلسل القتل مستمر لحد النهاردة مسلسل الارهاب مين السبب فيه محدش بتكل طب قبضت على حد طب حد اعترف طب قاله خطوط التمويل خطوط الامداد مين بيجيبهم محدش ليه لان انك بتروح تقولي انا قتلتهم طب يا سيدي وانت بتقتلهم حاول تحافظ على واحد بس كده عشان لما تمسكه يقولك الخيبة جاية منين والخرق اللي انت فيه ده جاي منين فتروح تسده سد المكان اللي انت مخترق منه ما يبقاش الوضع كده كل يوم على طول طيب الكلام ده بيحصل ليه الكلام ده بيحصل حضرتك عشان احنا مفيش تمرين فيه تسليح بس تسليح ما بيوصلش للشباب بالغلابة اللي قاعدين في العريش التسليح ده والثلاث سبعات والخمس ستات والخمس خمسات والكلام ده كله لزبط الامن وارهاب الناس داخل القاهرة عشان ما يكونش فيه مظاهرات انما اللي قاعد على الجابهة هناك ماسك اكلاشنكوف من سنة سبعة واربعين من بتوعرق الاتحاد السوفيتي طيب عنده تسليح يكفي ما عندوش والدليل ان دخل اربعة قتلوا وتسعتاشر الاسبوع اللي فات